بيروت ينضم إلينا من هناك الإعلام الرياضي رائد جرجس أهلا بك رائد الصينيون ما زالوا يواصلون سيطرتهم على الميداليات الذهبية يكسرون كل التوقعات التي كانت قبل هذا الأولمبياد بفارق خمس ميداليات عن أمريكا هل الصين قادرة على مواصلة سيطرتها على الميداليات الذهبية أو أن الأيام أو أن اليومين القادمين الممكن أن تشهد عودة أمريكا لصدارة الذهبيات كل شيء وارد ولكن تراجع الولايات المتحدة كان ملحوظا في ألعاب القوة وقد رأينا خسارتهم عدة ميداليات ذهبية كانوا من المتألقين جدا كما تعلم في سباق المائة متر في سباق البدل أربعة يعني تتابع أربعة بمائة متر وقد خسروا أمام إيطاليا بالمفاجأة الكبيرة ولم يفوزوا في أي ميدالية يعني رأينا الإيطاليين يفوزونه المركز الأول والإنجليز المركز الثاني بفارق 0.01% من الثانية والكنديين في المركز الثالث يعني لا أريد أن أسلب الإيطاليين فرحتهم بالفوز ولكن تراجع الولايات المتحدة وجمايكا تحديدا خصوصا بعد اعتزال أوسين بولت كان ملحوظا جدا وأثر على الميداليات عند جمايكا وتراجع الأمريكيين أيضا كما سبق وذكرت أثر على تقدمهم في الميداليات في المجموع العام وتحديدا في ألعاب القوى مما أدى إلى تقدم الصينيين والإنفلات في المركز الأول بفارق 5 ميداليات ذهبية لكن لماذا برأيك الصين تسيطر يعني هل بسبب تراجع أمريكا وأن الصين فعلا في الألعاب الأولمبية هذه تبدو أشرس من كل بطولات الأولمبية التي قيمت الاثنين السبابين معا يعني أكيد الصين تقدمت والصين نعرف أن هناك سياسة حكومية لدعم الرياضة ويركزون على رياضات معينة وقد اعتمدوا سياسة ذكية منها الاستثمار في الرياضات التي لم تكن شعبية كثيرا في الصين نعرف أن الصين لم تحرز ميداليات كثيرة في ألعاب القوى مثلا وفي الألعاب الجماعية الآن نرى الصين تحرز الميداليات في ألعاب جماعية وليس فقط في الجنباز أو كرة الطاولة أو غيرها من ألعاب التقليدية التي كانت قوية بها ومن جهة أخرى نعم تراجعت الولايات المتحدة وتعرف جيدا أستاذ الكريم أن لاعب واحد رياضي واحد متألق مثل أوسين بولت أو مثل غيره من الأمريكيين المتألقين يستطيعون إحراز عدة ميداليات والمثال على ذلك اللاعبة أليسون فليكس اليوم التي حققت رقما قياسيا وهي أمريكية بإحرازها عشر ميداليات وباتت الرياضية الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية التي تحرز هذا الكم الهائل من الميداليات بإحرازها اليوم البرونزية وهي لديها ست ذهبيات ثلاث فضيات وبرونزية التي إحرازتها اليوم في السباق وهي متألقة في الميتين والأربعمائة متر يعني لاعب أو لاعبة ممكن أن يحرزوا أربع أو خمس ميداليات ذهبية جيد جاكوبس يبدو أنه يفرض نفسه بشكل قوي في سباقات التتابع يعني هو اليوم يكون مساهما في فوز فريق إيطاليا بأربعة في مئة متر هذا الرياضي الإيطالي العداء كيف يقدم نفسه في هذه اللعبة رأيت يعني إنه مفاجأة كما ذكرت والمفاجأة الأكبر للذين لا يعلمون من أعزائنا المشاهدين أنه أتى متأخرا إلى سباقات السرعة كما تعلم لقد كان يشترك في الوثب الطويل وقد اكتشف ما وهيضاته أنه سريع جدا ومن الممكن أن يعدو المائة متر وحتى المائتين متر ولكن ركز على المائة متر وقد أحرز عمليا ميدالياتين ذهبيتين إنه مفاجأة الأولمبياد يعني هناك عدة مفاجأات من الممكن أن نتحدث عنها في اليومين القادمين مع اختتام الأولمبياد ولكن بالفعل جاكوبز وكمان الحفناوي الذهبي التونسي في السباحة هما بنظري أنا مفاجأتي الأولمبياد أولمبياد توكيو في السيدات أيضا سباق أربعة في مائة متر جمايكا تحقق رقم قياسي تعود إلى الذهب بعد أثناء 2004 كيف تقيم هذه الميدالية وفوز جمايكا أيضا والرقم القياسي الذي حقق هذا الفريق نعم فوز مهم جدا استطاعت جمايكا أن تثبت تاريخها العريق في سباقات السرعة سباقات سبرينت التي تسيطر عليها كانت مع أوسين بولت بالمائة متر والمائة متر وتتابع أربعة مائة متر وقد أثبتت السيدات أنهن على قدر الحمل وعودوا غياب الرجال في هذه المسافة مثل ما ذكرنا في المائة متر وأنه تقليد مميز في جمايكا ونعرف أن بنية الجمايكيين وبعض القبائل في جمايكا كما في كينيا وأسيوبيا يتميزون بعضلات تصلح فعلا سبحان الله خلاقهم للمسافات القصيرة والسريعة مثلما الأسيوبيين والكينيين للمسافات المتوسطة والطويلة جيد السؤال الأخير عن كرة القدم يعني سيختتم مسابقتك القدم وستختم مسابقتك قدم ونفساتها بمواجهة بين البرازيل وإسبانيا المكسيكا اليوم خطفت الميدالية البرونزية توقعاتي نعم توقعاتي مسابقة كرة القدم للأسف لم تكن جدية في هذا الأولمبياد ونعرف كيف أرسل معظم المنتخبات أو الدول أرسلت فريقها لا بل الثالث وليس الثاني مثل فرنسا وألمانيا وحتى البرازيل ليس المنتخب الأول يعني إنها مسابقة ضعيفة يجب أن يحكى مع الاتحاد الدولي كرة القدم كما تعلم هذا القرار يعود إلى الأندية في الأولمبياد لتسريح لعبيها للمشاركة في الأولمبياد ولكن مستوى ضعيف جدا من الممكن أن يفوز أي من الفريقين أرجح فوز إسبانيا بسبب الجو وطريقة اللعب ولكن أقول مجددا أن هذه اللعبة يجب أن تكون أكثر تشويقا مثل كرة السلة مثل المحترفين الـ NBA الذين دخلوا من عام 92 يجب أن تكون مع الطراز الأول وليس الصف الثاني أو الثالث جيد جير جيسل على مرياضي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك